رحت لهم وقلت لهم آني ظهري يوجعني والآلام نازلة على الرجلية أو عندي آلام بالرقبة وإيديها جاية تخدر سوو لك رنين باوعوا عن رنين قلو لك عندك انزلاق ولازم تسوي عملية إذا ما تسوي عملية راح تنشل لتخاف ليش أول شيء أنت لازم تعرف واحد بالمية من العالم يصابون بالانزلاقات يعني نسبة جدا ضئيلة فهل أنت الواحد بالمية من هذوله؟ انتبه يعني أهم شغلة لازم تعرفها أنه مسببات آلام الظهار وآلام الأرجل وآلام الأذرع تكمن في عدم إعطاء العمود الفقري وظيفة الحركية بصورة صحيحة يعني خل الحركة بالعمود الفقري العمود الفقري خطية متهم باطل الانزلاقات متهمة باطلة المفاصل متهمة باطلة في أغلب الأحيان ليش؟ لأن 84% من مشاكل العمود الفقري هي فيسيولوجية أي ما معرفة لبكتريا ولا بفطريات ولا بفيروسات ولا بجراثيم يعني مو مرضية أهم مشكلة في الظهار يسموها في علم المفاصل هي السبتك انفلاميشن يعني هو صح اسمه التهاب لكن غير معرف بمرض يعني بالمعنى الدارج رخاوة بالرباطات والعضلات مع الحمود الفقري نسبته 84% من المجتمع اللي يعانون من آلام الظهار أهم شيء لازم أنت تعرفه إنه 70% من آلام الظهر تجي بسبب خلل حركي في أسفل الظهر اللي الخلل الحركي جاي بنسبة 70% من الفرق بطول الأرجل اللي لا الطب الكلاسيكي مكتشفه ولا العالم كله مكتشفه سابقاً أو بالأحرى ما مخليه ضمن الكلاسيفيكيشن مال المرض بالطب الكلاسيكي هنا عن طيكم مثل الفرق بطول الأرجل أقل من 10 مليمتر يعني أقل من سنتيم طب الكلاسيكي يقول لك هذا ما يعيروا لأهمية بس أنا ككابتن منتخب العراق بالكراتية سابقاً وعاصل على مداليات ذهبية وبطولات دولية كان عندي 5 مليمتر حرمتني من الرياضة لمدة سنتيم فانتبهوا أخوان اعوجاج بالعمود الفقري بسبب الفرق بطول الأرجل سبعة درجة حرمني من البطولات الدولية دمرني زين ليش ما حد كان يكشفه منتش انتروحوا لهم وكانوا يسوي لي عملية ويشولوا الغذروف وكذا وكذا نفس القصة اللي مرت بكم دات مربية فبفضل من الله اجتهدنا وتعبنا واخترعنا هذا الجهاز على مود أول شي نشوف الخلل وين صاير اثنين نروح نبحث عن المسببات اللي هي 70% الفرق بطول الأرجل وتعوج العمود الفقري ويسبب لك مشكلة بأسفل الظهر وبالراقبة لازم يصير تكيف من جوة لي فوق هسا انت قبل ما تسوي عملية روح اكشف المسببات وحاول تتخلص منها يعني انت حتى ذا ما قدرت تتخلص منها اللي عجز الجسم بسبب مرض معين انت من نهاية تقدر تسوي عملية بس انت ذا سويت عملية وبعدك مكاشفا راح اصير عندك صعب ان تلغي موضوع العملية ونتائجه وترجع من جديد تعالج المسببات فانتبهوا اخوان لا تخافون اذا قلوا لكم عندكم انزلاق انت بالنسبة لك اجاك التشخيص عندي انزلاق روح ابحث عن المسببات اللي لطب الكلاسيكي ما يكشفها لانه ما عنده كلاسيكيشن بالمرض مالتها والرنين هم ما يكشفها لانه انت ما اخذه وانت متمدد لما العضلات في حالة ارتخاء والفقرات بوضع السكون فانت يا اخي فكر شوية ولا توقع بالحالة النفسية اللي بعدين اتدمرك واخذك للمسكنات رح يأذيك بالزايد لانه ما رح تطلع من هاي الحلقة المفردة فانت قبل كل شي فكر بالمسببات قبل ان تسوي اي عملية جراحية وحاول تتخلص منها لانه مستقبلك يتحدد على صلاحية ظهرك في الحياة حتى تحقق انجازاتك يعني انت لو وضعيتك الصحية صارت موزينة بسبب العمل الفقري ترى كل شي يخرب عليك اهم شي لازم تعرفوه 95% من مشاكل العمود الفقري هي تجي بسبب هاي العضلتين رح اشوفكم الصورة مالتها واللي هي توفر حماية للعمود الفقري والاعصاب الخارجة منه اذا هاي خربت رح يخرب العمود الفقري والاعصاب تنضرب رجعت صلحتها رجعت لك عافيتك 80% من المجتمع عدهم عضلات محترمة بس راكنيها بالمخزن ممشغليها ممستفادين منها لا انت روح اكشف هل عندك عضلات زينة تحمي لك العمود الفقري وتحمي العصاب بنفس الوقت او ما عندك اكو حالات العضلات ما تشتغل عدهم يشرح للطبيب يقول له هاي العضلة ميتة او العضلة بيها ضمور بعد ما ترجع تعيش اسوي لك عملية بس انت اكشف قبل ان تسوي عملية هل عضلاتك من نوعية زينة هل انت عندك مشكلة مرضية او مشكلة غير مرضية حتى تتوجه بالطريق الصحيح واحنا بدورنا نحاول نشرح لكم كل التفاصيل انه مسببات مشاكل العمود الفقري مثلا عندك الرقبة سبعين بالمية من مشاكلها ما عدا بالحوادث هي جاية من اسفل الظهر مشاكل اسفل الظهر سبعين بالمية جاية بسبب الفرق بطول الارجل عشرة بالمية من مشاكل اسفل الظهر تجي باعجاجات وظيفية جاية بسبب العضلات لكن بالنهاية 16% فقط من مشاكل العمود الفقري تدخل ضمن الكلاسيفيكيشن مع المرض في الطب الكلاسيكي فأتمنى انه هاي المعلومات تخدمكم حتى تتوجهون بالطريق الصحيح تقبلوا تحياتي وفاق احترام تقدير اخوكم عدنان السمارمد ترجمة نانسي قنقر